السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب الحلوين اللي وحشيني جدا كل سلام طيبين نهاردة الاسبوع التامن ونهاية الشهر التاني بازن الله تعالى حصة مهمة جدا 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 هنفضل عايشين بيها طول السنة هنشتغل على النهاردة اه او الايميل لو هنتكلم عن الايميل هنقول كلام كتير قوي محتاجك تركز معي قوي في صفحة بسم الله الرحمن الرحيم بازن الله تعالى هنبدأ في في الغالب في الغالب ان لم اكن مخطئا يعني صفحة مية تسعة وتلاتين مية تسعة وتلاتين هتلاقي موجود عندك بيقول لك اه كتابة الفقرة الانشائية احنا علشان نشتغل كتابة محتاجين نتعامل مع يا اما اي ساي يا اما ايميل الاسي طبعا محتاج ان انا كون عندي تلات فقرات طيب الانترو دكشن فقرة والبادي فقرة او اتنين او تلاتة فقرة ازاي تتعمل مع حتة الفقرة بقى اول حاجة عايزك تبقى فاهم كويس قوي ان انا اقول حاجة معلش قبل مبدأ برضو احنا هنشتغل على وهنشتغل على يعني لو هيجي لنا وده هيجي لنا لازم في نظامنا الحديث طبعا هنتعامل معها ازاي وهقول لك اللي هيجي بازن الله تعالى طب هفهمك ازاي تكتب وتدريب عملي النهاردة قول جدا سواء اتطلب مننا او ما اتطلبش ايه هو ايه هو ده سلسلة من الجمل يتحدث عن يعني اوضع محدد كم جملة ما يفرقش عندي ولكن بيشتمل على من يعني من حوالي لازم ابدأ الموضوع بطوبيك طوبيك دي الطوبيك دي اللي هي طبعا الجملة الرئيسية اللي الموضوع بيفهم انا كراجل مصحح بفهم بيتكلم عن ايه من جملتك الاولانية دي وفي طبعا اللي هي الجمل الدعم جمل التوضيح جمل الاسباب الافكار الرغي الهري كله وبعد كده يبقى انا عندي طوبيك وعندي في الفقرة بابدأ بطوبيك وهنا اعرف مسميات اخرى للطوبيك وهنا اعرف مسميات اخرى للكونكلوجن كمان عشان يبقى انا عندي الطوبيك سنتنس الاول جملة اساسية وبعد كده ابدأ اخش في البادي بتاعي داخل الفقرة تمام وبعد كده بخش على بتاعتي بداية الفقرة لازم 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 اسيب اللي انا عامله ده اللي هو اسمه اسمه ايه يعني بسم الله الرحمن الرحيم فراغ فراغ بيكفل ايه لسطرين تلاتة كده في البداية يبقى بسيب في بداية الفقرة حاجة اسمها اسمها ايه يعني من ثلاثة لاربع او خمس سطور تقريبا يعني طب فيه الكل فقرة هكتبها جوه القسي بتاعي اول حاجة لازم يكون عندي حاجة اسمها يعني ايه يعني احدية الفكرة يعني ايه احدية الفكرة يعني انا بتكلم عن فكرة واحدة مش هقعد بقى اجيب كلام من هنا وكلام من هنا هي كلمة واحدة او فكرة واحدة بتكلم عنها فاليونيتي في البراجراف معناها وحدية الفكرة لما كل كل الجمل بتوفر وتطور وتدعم في في بيتم انجاز الوحدة داخل الفكرة من خلال ان انا عامل التفاصيل بتاعت الدعم والتفصيل بقى والهري والراغي والكونكلوجين بقى في الاخر اللي ممكن اقول عليها مسمى اخر وممكن اقول عليه يبقى الجملة بتاعت الختام ممكن اقول عليها وممكن اقول عليها تمام? تمام. في حاجة اسمها يبقى يبقى في يونيتي طب يعني ايه يعني الموضوع يبقى متماسك مع بعضه فيه ترابط طب الترابط ده يجي ازاي? الترابط ده يجي طول ما انت عندك روابط بتربط الافكار ببعضها وبتربط الجمل ببعضها بص كده لازم عشان ينعمل الجمل لازم ترتب بسيكنس حلو كده ولنكت عشان يكون في تسلسل في الافكار بقدر ارتب افكاري بشكل كويس زي ما بنقول كده اعمل عناصر وبعد ما بتعمل العناصر اربط بقى الافكار ببعضها من خلال او الروابط اللي بيتقال عليها او يتقال عليها تمام? فده شيء مهم جدا لازم يكون موجود فلازم تبقى عارف روابط السبب النتيجة التناقض تمام? لازم الكلام ده يكون مفهوم ومحفوظ طيب عندي النوعين او الخاصية التالتة يعني ايه توكيد الاولويات توكيد الاولويات يعني ايه توكيد الاولويات يا مستر ناجي يعني في مهم واهم طيب يعني يا مستر ناجي يعني حضرتك الافكار المهمة تتحطي فين? يا في البيجننج يا في البيجننج اهو يا في البداية يا في النهاية يبقى اي موضوع محترم لازم يكون بدايته كلام مهم يبقى اللي هي هتكون فكرة جوه اللي انا بفهمك الفكرة دلوقتي بتكتبها ازاي لازم اول جملة في الفكرة تكون جملة اساسية مهمة قوية تعرفني انا يا مصاحح انت بتكلم عن ايه? ثانيا ابدأ اخش على الجمل الدعم بالراحة هديش بقى وربط الجمل بقى ببعضها وافكار ببعضها وبعدين اعمل الكونكلوجين بداية النهاية مهمة جدا بداية النهاية يعني لما اعمل لازم اقول مثلا اخيرا وليس اخيرا دي كلمات كلها احفظها لك النهاردة انا عايزك تركز معي اول نهاردة اجزاء الفكرة الانشائية هو يلا فيه وفيه وفيه تمام? حلو قوي. اللي بيتقال عليها ايه? جملة المقدمة. فيها ايه? فيها ستيت من المين ايديا? يعني حضرتك بتصيغ الفكرة الرئيسية زي ما انا قلت لك. حلو? طيب. على ناخد اسئلة كده اجوبة على الكلام دوت كده بالروحة. اه بنسيب كده. الطبيق هي طبعا في الطبيق سنتنس دو بتانترويس المين ايديا ازاي اعمل هقولك. الطبيق دي اللي هي الجملة الرئيسية المهمة القوية بتصماريز المين ايديا ليور او بتتلخص الفكرة الرئيسية للموضوع. تشوف موضوعك بتكلم عن ايه? وات يور باريجراف والبي اباوت. بص لازم اللي بيصح يعرف ويبقى واضح له بتاعك بيتكلم عن ايه? الفكرة اللي انت كاتبها دي انت عايز منها ايه? خلاص? طيب. السابورتينج السابورتينج سنتنسز اللي هي البادي البادي السابورتينج سنتنسز بتوضح مو رباوت التابك سنتنز باي شوينج سام تبدأ تشير الى الفاكتس الحقيق تشير للستاتستكس الاحصائيات الامثلة الامثلة بخصوص الموضوع اللي انت بتتكلم عنه لازم يكون عندنا اكسبيلينز لازم يكون في خبرة خبرة مش هتيجي الا من الكراءة فالكراءة اللي احنا بنقرأها في زي ما انت عارف اللي بتاخد وقت شوية في الحصة ده مهم جدا هتديك هتديك تحليل بندعم بيها يعني انا بطور الموضوع من خلال البادي طبعا الاسئلة اللي على البادي واتقر زي كام افتر زي بتخلق او بتصنع البادي واتدو سابورتنج سنتنزز دو بيدو الديتيلز بيسابورت المين ايديا طبعا هاو دو اي ريت السابورتنج سنتنزز يشوت جيف بقى سابورتنج فاكتس ديتيلز تفاصيل اجزامتلز ستاتستكس زي ما قلت الكونكلودنج سنتنز او الكلوزنج سنتنز او الكلنشنج زي ما قلنا اسمها ايه كونكلودنج سنتنز كلزنج سنتنز كلنشنج سنتنز الكونكلودنج سنتنز is the end of the paragraph هي هي نهاية الفكرة وبتربط كل المين ايديا يعني تبدأ تؤكد عالفكرة الرئيسية اخر مرة بتقفل بقى موضوعك بتلخص كل اللي انت قلته فوق في اخر حتة في الفكرة في الكونكلودنج سنتنز الريتر يوجول يعمل ايه ريستيتس ريستيتس للطوبيك سنتنز يبقى انا في الانتروداكشن بستيت المين ايديا في الكونكلودنج ريستيت اف المين ايديا وصماريز المين فوينس طبعا للكاريجر بتعمل تلخيص لكل اللي انت كتبته معنى كده زي ما انا قلت زمان في يونت وان مفيش جديد في الكونكلودنج مفيش جديد في الكونكلودنج خلاص الموضوع منتهي وخلصان طيب او الكونكلودنج سنتنز الكلوزنج سنتنز الكلوزنج سنتنز في الفارغراف حلم طب هاو دو اي راية الكلوزنج بريستيت المين ايديا للفارغراف يوزنج دفرانت وردز حلم يعني يا مستر منك يا الحتة دي تاني ازاي باكتب الكلوزنج بتريستيت للمين ايديا بتعمل للمين ايديا يعني اللي كتبته فوق هتكتبه تح باستخدام كلمات مختلفة بس فعايز بقى البني ادم اللي عنده كلام وعنده علم وعنده ثقافة وعنده معلومات يقدر يتعامل ايه بيها في الكتابة طب بديني تمثيل كده او تعالي ناخد السترشن اهو السترشن توضيح للparts of the paragraph موضوع عن السياح بقولك في ايه توريزم is one of the most important activities for us it's one of the main sources of national inc it provides the thousands of jobs for people who support their families it also provides some sort of cultural exchange tourism is an important pillar of Egypt's economy. تاني. tourism is an important pillar of Egypt's economy. عايز يا مستر. بص رسيد. جملة الاولانية انا قلت tourism is one of the most important activities for us. السياحة تعتبر اهم الانشطة لنا. يبقى انا كده بفهم الراجل اللي بيصحح ان انا بتكلم عن السياحة واهميتها. it is one of the main sources of national فهي مصدر من مصدر الدخل القام. it provides the thousands of jobs for people who support their families. بتوفر الوظائف للناس اللي عايزة تدعم وتساند عائلتها. it also provides the some sort of cultural exchange. بتوفر طبعا نوع من التبادل الثقافي. تعال نعمل يلا توريزم is an important pillar pillar عمود اساسي. ادي الانترودكشن. ادي الكونكلوجن. ادي البادي. ده في الكلية عندنا كانوا يسموه ليه? اهو الحشوة هو زي ما انتا شايف البادي وادي الساندويتش اهو بتاع حضرتك. تمام? يبقى انا لازم الجملة الاولانية تكون جملة قوية تعرفني الموضوع بتكلم عن ايه? مفيش حاجة اسمها خد يابني اكتب دي مقدمة في ايه موضوع الكلام ده غلط. الكلام ده غلط. الكلام ده بيودي في دهية. الكلام ده بيجيب بيجزيره. وما بكملش انا قرية الموضوع اصلا لان انت بتشتغلني. وانا ما حبش اللي يشتغلني. انا اهم حاجة عندي وهاخد قراري عليك ووجهة نظري وانطباعي عنك من الانترودكشن. الانترودكشن بتاعتك. هي اللي هتبين لي انت فاهم ولا مش فاهم. لقيتك فاهم بقى ومديني انترودكشن حلوة زي ما انا قلت. هنزل ابص على الكونكلوجين. اشوف بدايتها ايه? لقيتك بتقول لي بقى ان كونكلوجين تو كونكلود ان سامري تو سامب هفهم ان انت عيل متربي وعيل فاهم اصول الكتابة. هتديك في المارك والتحاط رجل على بكل. طيب. كلام اللي جاي بقى ده كلام مهم قوي والصفحة دي كده الصفحة دي خلاص? خلاص. نعايزين نعرف ايه انواع عندي تلات انواع ولا اربعة? عندي اربعة. عندي طبعا وعندي 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 اللي احنا خدنا في نقول تاني. عندي وعندي 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 نقول تالت نقول تالت عندي يعني اكيد وعندي ناريتف يبقى هنريت اكتب فوق نريت كده يعني ايه يحكي يحكي يبقى انا عندي اربع انواع عشان عشان ايه اصلا هاجي في يوم الايام على مدار الشهور اللي جاية بازن الله تعالى هاجيب لك فكرة اقول لك اقراها هي الفكرة دي ولا 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 انت بقى تفهم يعني ايه يعني وصفي وصفية فيها صفات طول ما انا عندي خلاص يبقى دا صفات يبقى دا طيب لما يبقى عندك نريت نريت احكي يا شهر زات بحكي لك خلاص يبقى بيكسب لين حاجة بقى لك بوضح لك حاجة باقنعك بوجهة نظري يبقى دا اسمه اللي احنا خدناه في يونة لما قلت لك اقرا دا اللي كان بيكلم عن السوشيال ميديا تعالى نفهم بقى واحدة واحدة كده الفكرة الانشائية الوصفية اكيد هزا النوع بس بيكزب او بيبدأ يخاطب الحواس بتاعتك كلها لاني انا بعمل صفات صفات ادجيكتبز 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 كان بي مور ارتيستيك هوش طابع فني شوية ومي نطف له ربما لا يتبع يعني ايه اللي هي المعايير النحوية ممكن ما يبقاش ملتزم بالجراماتيكا بس احنا هنلتزم يبقى دا حفظ اه هتفتح من عند مين من عند طيب الناراتف اكيد زي ناريتس 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 ستوري كان كلت ميني شورت ستوري نقدر نقول عليه ايه ميني شورت ستوري طبعا لازم يحتوي على تسلسل حلوة جدا لبداية ووسط ونهاية لان انا بحكي لك قصة فلازم اديك البداية ثم الهري والداش ثم الكونكلوش طيب اللي هو مين اللي هو ممكن اقول عليه بيعرف شيء او جفز انستراكشنز جفز انستراكشنز ات يعني هو بيكسبلين لحاجة بيكسبلين لحاجة بيكسبلين لحاجة لحاجة لحظة بلحظة محتاج ريسرش بحس على فكرة كل المواضيع محتاجة منك بحس عشان يبقى عندك معرفة وخبرة يعتمد على معرفة والكسبلينز الخبرة سبحان الله اللي مفعول مصدر زي ما قلنا بيميك الريدر بيخلي المصحح ما هو الريدر ده المصحح القارق اللي حضرتك هو المصحح يعني لازم يعترف بوجهة نظرك وينو بتاعك بيتم استخدامه بواسطة المدرسين لانه يعني ايه يعني شيء مفيد جاي من طبعا اثناء ما بيني وما بينك ده كلام مهم اه طبعا كلام مهم جدا طيب انا عايزك تصلى على النبي كده عليه الصلاة والسلام حلو وتجي معايا هنا هنا عايز انا اعمل معاك ايه عايز انا اعمل معاك كده بسم الله الرحمن الرحيم بص يا سين احنا جينا هنا في يونت وان قلتلك بص في بيتج ايت خليك معايا هنا ده في يونت وان قلنا لك ان برسويسف ده نوع من اربع انواع اللي هما اهو تمام طيب البرسويسف هنا مستر ناجي بقى بنروح علينا كده شوي قلتلك تعالي هنقرأ ونشوف قلتلك ان ونعون 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 ونقرأ ونقرأ ونحنا بنقرأ قلتلك في بربط بيها الجمل للمتنقضة بعبر عن بعبر عن نكس تهو زي ما انت شايف اللي هي زي الصوة لذلك يعني بختم اهو ده الختام بتاعي اللي انا لازم ابدأ بيه في النهاية الكونكلوجين اهو فانا عندي وعدها دي الختام طيب بص بقى في نفس اليونت ده انا عملت ايه جيت هنا قلتلك وقلتلك امسك قلمك لو تفتكر وتعالي هنا حبيبي بتسوي كلمة وده بيعبر عن حصل ولا ما حصلش حصل كونسكوينتلي كونسكوينتلي قلتلك معناها معناها وده بيعبر عن نتيجة يعني انا ممكن اختم يبدأ يبدأ يا ان سامري اتو كونسكوينتلي قلتلك نكست حلو كده حصل وقلتلك ان ده بيعبر عن ايه? عن سبب او واللي اتنين بمعنى سبب. تمام? تمام جدا. جيت بعد كده قلتلك. خش على الصفحة اللي جاي. ام لما جيف اكيد انا عايز كلمة لما بانتروديوس اكيد انا عايز كلمة كونسكوينتلي. لما بجيف انا عايز كلمة حصل ولا ما حصلتش? وجيت قلتلك من بتعمل هاي للمين ايديا حلم? بتعمل للمين ايديا وهنا بتعمل للمين ايديا. تمام? تمام. جيت انا بقى في امتحان الشهر. عملت ايه بقى في امتحان الشهر? قلتلك شو ريزن هتختار دي يوتيوب. طب نتيجة هتختار كونسكوينتلي. طب تناقض. وديتك بقى اربع اختيارات. كان موجود فيهم وديوتو دول سبب. هشيلهم من دماغي. كان موجود آآ بسم الله الرحمة الرحمة عايز افتكارها بالزبط. كان موجود كونسكوينتلي ولذلك نتيجة يبقى هي الاختيار الرابع بقى. اللي هو كان اسمه ايه لو تفتكر لو انت جدع وامتحنت امتحان الشهر. كان ده. يعني ايه يعني ومع ذلك. طب مستر باج انت ما كنتش قلتها. طب يا حبيبي ما هو التلاتة التانية احنا قيلنهم. استبعد يا بابا. استبعد الاولاني. واستبعد التاني. واستبعد التالت اللي انت مذكره. انت خدت كونسكوينتلي معايا. خدت اللي هي بتعبر عن طب زي بالزبط كلمة بتسويها بالزبط في التانية سنوي واللي اتنين معناهم بسبب خلص انا فيه تلاتة اهو ادي واحد اتنين تلاتة حزفتهم لانهم ما ينفعوش اخترت يعني ايهو مع ذلك. اجيبت جملة تانية بتقول اي لايك ريدنج ستوريز مروفر اي لايك ريدنج اه بويتري. طيب اه مور 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 اكيد 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 ما فيش حاجة صعبة. عايزك تبقى فاهم انك لازم تلعب على منطق لاستبعاد. طول ما انت بتشتغل معايا بمنطق لاستبعاد. انت هتوصل وهتبقى جملة جدا 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 بازن الله تعالى. طيب ادينا بالترانزشنز كلها مستر ناجي عشان نزبط اداء. اناي يا حبيبي. يلا بابا. يلا باشا. صفحة اللي جاي دي من اهم صفحات الشغل النهاردة صفحة مئة تلاتة واربعين. الكلمات والتعبيرات الانتقالية او الروابط ممكن تبقى ورد واحدة كلمة واحدة وممكن تبقى عبارة كلمتين تلاتة جنب بعض. بتبين ما بين او الكلمات بقى والتعبيرات الانتقالية اللي موجودة عندي في بداية الشغل هنا اول عيلة عيلة يعني ايه يعني الاضافة امسك قلمك لو سمحت هنحفظ بقى دول كل ده حفز كل ده حفز وفهم طبعا. في معناها بالاضافة الى اكتب كده سبجكت سبجكت وفيرد. طب برضو يلا. سبجكت وفيرد. طب برضو سبجكت وفيرد. طب برضو سبجكت وفيرد. طب از لا او ناون. كله زي ما انت شاعد بالاضافة الى بالاضافة الى. بالاضافة لا بالاضافة الى. طب огین هبلى اي هابلى صيدز فيرب اي ايه او ناون. لا فعنده كده عرف ان ده المهم بتاعي بالاضافة ايه ايه او ناون. طب ايه 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 اين؟ استلناها جيه. احنا متضايقين اول من حتة ان تقول لي بصوا حبيبي العبارة على بعضها اسمها اسمها ايه طب يعني ايه يعني بالاضافة الى طب المال ايه طول اللي بيجي وراها الحبيبي معناها لكي 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 يعني انا هنا كده واقول لك اي انجلش انا بذاك الانجلش هنجيب درجات حلوة لكي لكي طيب انا اي جيت اف ارلي اي جيت اف ارلي انا باسحى بادري لكي الحق بالبص فتو معناها لكي طول اللي معناها لكي هي اللي بيجي وراها يا حبيبي قلبي لكن لما اجي اقول لك بالاضافة الى طب تعال انشيني كده منها ما ينفعش تتشال ولو تشالت تبقى حاجة تانية اسمها بس تفرق اه هتفرق في الجرامر عندي دلوقتي طيب بالاضافة ايه بنفس الاهمين تعال بقى تركز معي ركز بقى معي بسيك لقلمك بقى بسيك لقلمك وتعال لي هنا كيبه اكتب معايا بقى يلا استدد انجلش اكتب ورايا لو سمحت اي استدد انجلش اكتب ورايا لو انجلش ان اديشن تو ريفايزن فرنش حضرتك عملت ايه حضرت لي بربط جملتين ببعض والجملة التانية اديشن للجملة الاولانية فانا قلت اي استدد انجلش ان اديشن تو ريفايزنج فرنش طب تعالى نشيل ان اديشن تو ونحط مكانها نفس الكلام اي استدد انجلش از والاز ريفايزنج فرنش طيب اي استدد انجلش ايه بسايدز ريفايزنج فرنش فبسايدز واز وين اديشن تو اي نجي او ناو اي نجي او اي او ناو طيب امسك علمك. عنها يا مستري. فضل. يلا اي استضد انجلش. اي استضد انجلش. وبعدين عايزك تحط في استوب. وبعدين تبدأ وتقول بحرف كابيتل وتقوم عامل كومة. وتقوم اي ال اهو ريفايزد فيرب اهو. الفرق. فرق الرهيبه مستر ناجي بروفو عليك. اي استضد انجلش انديشن تو ريفايزنج فرنش. طب اي استضد انجلش انديشن اي ريفايزد فرنش. طب شيل انديشن وحط مكانها موروفر اي ريفايزد فرنش. طب فرزر مور اي ريفايزد فرنش. طب بسايد ززات اي ريفايزد فرنش. لان كل ده حبيب قلبي محتاج ايه? سبجكت وذرب. طيب. ركز معايا بقى في اللي جاية دي. اعطاك الدي اتفهم. ام في حاجة اسمها اي ريفايزد فرنش. اعملت ايه? قمتش ايه حاجة؟ بصو حبيبي يبقى اسمها وممكن أقول يتحط انسو يتحط ازول ده صح وده صح يبقى طب مستر ناجي لو ابتدينا في بداية الجملة أنا أقيل لك قبل كده ان اي جملة تبدأ أي جملة تبدأ يعني ايه ظرف من في زي انه احنا متفقين اقول وراها زي هاد ولا هاد زي هاد زي هاد ولا هادوي هادوي طب لما ابدأ الجملة ولا لازم الجملة تبقى على شكل سؤال فتبقى حسب الزمن بقى انا هنا جاي بالفربي بست سيمبل اهو فقم تقل لك وممكن اقول جت في امتحان عشرين واحد وعشرين دي كانت الجملة رقم تلاتة في الامتحان العلمي لان في سنة عشرين واحد وعشرين كنا عاملين امتحان لعلمي وامتحان لأدبي لما ابدأ بنوت اونلي هل تتخيل ان كان قبلها كمان سؤال بدء بنو سونر والله العظيم تلاتة السؤال اللي كان رقم اتنين نو سونر هاد هي تاكن موني نو سونر هاد هي وهنا تحتيها نوت اونلي اي جملة تبدأ بنجاتف ادفر بظرف من في لازم اعمل قلب فعل مساعد على فعل دي عيلة ايه الادشن الادشن الاضافة حفظنا اللي بيجي وراه وحفظنا اللي بيجي وراه وشفنا وشفنا كلام ده تكتب كلام ده تفهم الكلام ده تحفظ طيب عالة على السريع كده المقارنة كلمة هبل قالت جندا وكدنا الاسبوع اللي فات مع بعض عندي يلا طيب يلا وكتبناهم الاسبوع اللي فات عند تهاني عامر لما قلنا ساعتها خدت كده قلت لك يلا كتب معي فلما اجا اقول يبقى طبط ويت حبل طبعا ولكن بالبريستيج بتاعها اللي لما يتحطها قبلها في ويتعمل وراها اللي كان بينها الاسبوع اللي فات برضو على النقيد هي معلم اللي عامل زي بالزبط مع ذلك على النقيد ومن ناحية اخرى دي عائلة مين مهمة? اه كتبناها وفهمناها وفروط قالت بقى بداية النهاية بداية النهاية حبها قوي احبها احبها جدا 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 وانا ادك وفي الكلية كنت دايما نختم بيها جي في امتحان عشرين واحد وعشرين قال لهم اقرأ الفقرة التالية ارى الفقرة الفقرة كانت بدأ وبتقول آآ وي آآ هتكمل ايه عم انت هتكمل ايه السؤال كان بيقول هو دي ستارت ولا 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 يا باش انا بقولك عايز ايه? هل دي محتاجة تفكير يا جماعة? اهو يبقى اللي بنقوله خلي بالكم ان الكلام اللي انا بشرحه ده كله من قبل وزارة التربية والتعليم مش انا اللي كاتبه ولا مقلفه لما النظام الحديث بدأ من السنة اللي قبل اللي فاتت نزله ملزمة تخص اللي حتحولت من الكتابة وهي دي بتاعته اللي هيبدأ يجيب منها امتحاناته وامتحان السنة اللي قبل اللي فاتت خلاص ده اسمه ايه? ده اسمه طبعا مستر ناكل. حفزت لبداية النهاية. لازم بحاجة من دول. طب ده تتقل علي فيه كده شوية. افتر بعد. طب افتر ذات بعد ذلك. افتر بعد. وافتر ذات وبعد ذلك. نقف عندها شوية كده? اه نقف شوية. هنيجي هنا. انا لما اجي اقول لك افتر. حاجة اقول لك افتر اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. افتر. ايهاد. استدد. انجليش اي واتش تيفي. فيها مشكلة? خلص. اه. نتكلم بتراييتنا يلا? افتر باست بيرفكت. عملت باست سيمبي. طيب. لما اجي اقول لك اي استدد. انجليش. افتر ذات. ايه اللي حصل بقى? لازم تقول لي ايه اللي بيحصل? هقول لك ايه اللي بيحصل? اللي بيحصل ان هو بيجي يقول لك كده انا ذاكرت انجليزي. حل? افتر ذات. وبعد ذلك. يعني ايه? بعد ما ذاكرت انجليزي. كده انت عايز ايه? عايز ايه? فلازم يقول بس سيمبي. فافتر ذات اختلف عن افتر خالص. ولازم تكتب بالشكل ده كده. افتر باست بيرفكت عملت باست سيمبل. لكن انا بديك باست سيمبل واقول لك افتر ذات وبعد ذلك. حديك اختيارات كده. ولا هاد واتشد? شغل تالت عدادي على فكرة يعني. اللي فيهم دور سيم بتعمله افلام وشغل كبير. افتر ذات وبعد ذلك. هتختار وراها باست سيمبل ولا بيرفكت? لازم سيمبل طبعا. لاني انا هنا بقول انا ذاكرت. ده الحدس الاول. وبعد ذلك اتفرقت. اتفرقت. ماينتاش بقى كده تقول لي ما في فلاحين بيفتكروها افتر. لا يا بابا افتر لوحدها. غير افتر زيت زي ما انت شايف كده. ده اسمه ايه? عمل ايه? محتاج ايه? اللي هو مين? طب ما تيجي ناخد بالمرة. تعالى ناخد بالمرة كده. دي. اه بفور ايه? ها? ايه? انجلش. تمام كده? تمام اوي. طيب ايه اللي حصل? بيفور عملت البيفور 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 عملت البيفور حلو اوة مستر طب بص السي دي بقى لو جيت قلت لك اي واتش تيفي حلو? اتفرجت عالتليفاجي بفور زات بفور بفور زات قبل ذلك اي يلا اختار ولا هاد استضدت انجلش بالراحة خلص حبيبي انا هنا جاي بقول لحضرتك اي واتش تيفي انا تفرجت بفور زات يعني ايه بفور زات قبل زالك قبل زالك ده اللي هو هنا بست سيمبل قبل البست سيمبل ده قبله بقى. انا عملت ايه? لازم يكون عملت بست بيرفكت. لازم يكون عملت بس لازم اعب لازم اشتغل لاني اديتك هنا بست سيمبل وقلت لك بفور زات وقبل زالك يبقى انا عملت حدث اول. زي ما جينا في الواجب الاسبوع اللي فات قلت لك السادات ضايد. طب عبر. طيب لما اجا اقول لك ايسو. علي. انا شفت علي. الاسبوع اللي فات. اي هم سينس. انا شفت علي الاسبوع اللي فات. انا شفت علي الاسبوع اللي فات. يبقى انا ما شفتوش من الفين وتسعتاشر. اي هادن سين. طيب لاني انا شفتو الاسبوع اللي فات. بس انا ما كنتش شفته من الفين وتسعتاشر. ايه اللي حصل الاول? ما شفتوش من الفين وتسعتاشر. وبعد كده شفت الاسبوع اللي فات. فتهدى كده معايا وتبقى حلو. وبتفهم مش بتحفز. يبقى افتر حاجة وافتر زاد حاجة تانية خالص زي ما انتا شفت. اس دي بتسوي مين? بتسوي وين? وبتسوي ويل. وبتسوي جاست كلهم بمعنى بينامى. تمام? بمعنى ايه? بينامى بلاش لانا دلوقت. اكتب كده بتسوي اف. عامل زي افتر زاد. اكتب كده بتسوي ايه? او الله العظيم. اصلا اخت افتر. اخت مين? اخت افتر. فافتر باست بيرفكت. عملت باست سيمبل طيب. اصن اس او وين? سيمبل سيمبل ايه? سيمبل. فلما جيب بعد السن اس سيمبل النص التاني سيمبل. ولما جيب بعد السن اس باست بيرفكت النص التاني باست سيمبل. طاب وانز عاملها معاملة اللي هي اخت افتر او اخت وين بسيمبل سيمبل. يعني ايه مستر ناجي? يعني بص برضو عام عشان النهاردة احنا مش هنسيب بقى. انا لما اجي هنا كده واقول لك افتر ايهاد بعد ما زاكرت الانجلش اي واتشد تي في. تعال نشيل افتر ونقول اس ونقاس. يلا اس ونقاس. او. الانجلش برضو. اي واتشد التي في. طيب بصوا يا مستر بقى. في اس ونقاس زي اخت ون از از او ون ايسو زي سنيك ايس كريم اللي هو از از او ون سيمبل سيمبل نفس اللحزة صح كده? صح جدا. يبقى في الحالتين از هنا واز هنا النص التاني ايه? بست سيمبل. ما تحفظش افهم. فاس ونقاس عملت بست سيمبل. اس ونقاس او ون سيمبل سيمبل. على فكرة بقى دي هنطلع منها كلمة سماها زا مومنت دلوقتي حالا هقول لك عليه. زا مومنت ايسو زا سنيك ايس كريمد. زا مومنت ايسو. زا مومنت ايسو. بمجرد ما شفت. صوت. طيب. هقول لك حاجة بقى. ما تجيب هنا. حلو جدا. طب ما تجيب هنا. حلو جدا. وده اللي حصل في انتحان الحسة. اللي فاتت واللي قبلها. اعطى كده كده الكلام واضح. فيما بعد. مين وايل ناكست وانس هي. وانس هي اللي لسا بتكلم عنها. سينسي يا مستر هي. سينسي يا مستر. سينسي يا مستر. اللي عايزة بست سيمبل بعدها. اللي عايزة بست سيمبل بعدها. تمام? وعندي بفور هي. اتلاست الاول وبفور. فرقتك على بفور زات. ديورنج هي. اللي عايزة فيرب اي ان جي. او ناون. قبل ذلك على الفور. سبسكوينتلي سبسكوينتلي. زا مومنت هي. زا مومنت هي. ادي زا مومنت هي. فينا مستر زا مومنت دي بص زا مومنت هي. في اللحزة. زا مومنت اي سو. ايس كريم. زا مومنت اي زا مومنت بمجرد ما سمعت فقط الوعي. فبقى سيمبل سيمبل اهو. زا مومنت جاية من اس ون اس او وانس هتساوي اس سيمبل سيمبل نفس اللحزة بطلع منهم ايه? زا سنيك. زا باد نيوز. حدش يقول لي ده بابا انا مجيبتوش في زمن مستمر. انا حاطط له عشان اجيب منه لكن ما قلتش ولا ما قلتش كده. انا بقول يتحط لهم ويجي منهم يجي منهم الاسم. حس حلوة. شغل جاملت. قوي قوي قوي. زن اهي سيمبل سيمبل زن تسلسل ده اسمه ايه اصلا ده اسمه سيكونس اهو بس السيكونس السيكونس التسلسل الزمني. يعني انا اي اصطدت زن اي واتشت. اي ايت زن اي درانك. ادي زن اهي. زر افتر. تلوة انتل ما عملتش بست سيمبل انتل البست بيرفت. مش هعمل الفيوتشور انتل البريزنت. مش هعمل الفيوتشور انتل البريزنت. وين اهي? واي ال اهي? وين واي ال اجزت ازو بيكاز اهم. ده اسمه ايه يا مستر ناجي? ده اسمه يا حبيب قلبي. طب السبب او النتيجة او ازا رزلت هي هي بتاعت الرزلت يعني صو ولزلك. بحب هنس دي قوي. هنس هنس هنس. زس 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 ولزلك زرفور زرفور ولزلك زن اختها اللي احنا علينا فوق. صو 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 اهي بتاعت زرفور وبتاعت زس وبتاعت هنس. جملة كاملة. بص بقى هنا كده ايه? يعني انا يعني انا علشان لان علشان لان اللهم بلغت اللهم فاش هد. واضح الكلام ولا مش واضح يبقى هنا معناهم ايه? لان او علشان. تمام? تمام? في وإلا وإلا وإلا. بعد الشر عليك بازن الله. لما تتكلم وتدي اجزامبل تقول او او تحديد او توضيح والكلام اللي جاي صفحة مية خمسة واربعين ستة واربعين سبعة واربعين تمانية واربعين واجب 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 طيب كده كلمتك عن الفقرة طيب الاساي بقى او الاساي نقطة الاساي او اساي على فكرة ها? الاساي رايتنج. ايه هو الاساي? الاساي بابا هو ممكن يتقل عليه طيب احنا اتفقنا ان فيه تمام? جوه موجود موجود الجملة اللي هي الجملة المقدمة اللي ممكن اقول عليه بقى مسمة اخر يتحفز ها? هفز. الجملة الرئيسية اسمها ايه؟ السيسس دي. هي بتاعت الاساي. وزاي رود ماب خريطة كده بتعرف الموضوع كله بيتكلم عن ايه? طبعا. اكيد اكيد اكيد. تمام? يبقى مهم اول ده. طب يا مستر ناجي ما اتعرفني كده بقى اجزاء المقال ايه بقى اول بقى الانتروداكشن بقى زي ما اتفقنا مع بعض. ده هو بتحط فيها. بتحط الجملة المقدمة القوية اللي بتعرفني الموضوع بتكلم عن ايه? اول مرة. فانا لازم اعرف من اول مقرة انت بتتكلم عن ايه? فين? في يعني يا مستر ناجي. يعني حضرتك تقدر تحط. كل اللي انت عايزه في في الفكرة التمهدية. بشكل عامي ما تبقاش طويلة. من فور لسيكس لينز. انا حب فور لاينز. يعني سري لاينز اخير وبركة. في الانتروداكشن يا بابا نعم حاول تحافز على لفت نظر اللي بيصحح الفتلي نظره بالعقل وبالصح وبالاصول بمعنى يعني لازم يكون عندك الكلام خالي من بسم الله الرحمن الرحيم. افكار قوية. جملة قوية بتعرف اللي بيصحح. انت بتتكلم عن ايه? طب اعمل ده ازاي مستر ناجي? ممكن اكتباس. اية قرآنية حديث. صعبة في الانجلش يا مستر ناجي. طب خلاص ملاش? يعني حكمة مثل شعبي. افرند النيد از افرند النيد از افرند النيد از افرند انديد. الطيور على اشكالها طاقة. مستر ناجي انت الراجل مسقف احنا معندناش الكلام ده. بلاش? طيب. الموضوع. عرفني الموضوع بتكلم عن ايه? عرفني تعريف تعريف. ممكن دي. دي ممكن صح? طيب. اعمل سؤال يا عم. عن الموضوع. شوف الموضوع بتكلم عن ايه? وابدأ بسؤال قوي كده. سؤال يشد النظر يشد العين. انا كنت دايما وانا ابدأ كابدأ بحطة السؤال دي على فكرة. فبالراحة كده حبيب قلبي اثبت اداء والموضوع سهل وبسيط. ولسه الكلام جاي. لان احنا لسه هيبقى كثقافة جمدة جدا بها هنقدر نتعامل ونكتب. تمام? ده فين? طب البادي. طب البالك. يتقل عليه بادي ويتقل عليه بلك. تمام? يتقل عليه بادي وبالك. او البادي هو بتاع القسي بتاعك. ده الجزء الرئيسي. اللي ما بين الانتردكشن وما بين الكونكلوجين. بيحتوي على البادي بتاع القسي كان او مور بص? البادي ممكن يبقى فقرة واحدة. ممكن يبقى تنين. ممكن يبقى تلاتة. انا احب البادي يا ابو فقرة قوي. قوي قوي قوي. انا احب مقلة ودل. عارف امتى هخليه فقرتين? لو الموضوع بيتكلم عن ودس ادفانتجز. عن 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 ميرتز ودي ميرتز. عن مزايا وعيوب. في الحالة دي اشتغل على فقرتين. فقرة وفقرة للدس ادفانتجز. وهقولك ازاي تتكلم عن وازاي تتكلم عن ولسه الكلام جاي كتير ان شاء الله تعالى. يبقى اقصى حاجة هنكتبها اربع فقرات اللي هما واتنين بادي واحد امتى هيبقى عندي اتنين لو في ودس ادفانتجز. بتاعتك والكونتينت المحتوى تكتب بتضفك وتسلسل منتظم علشان الريدر يقدر طب يا مستر ناجي اتفقنا يا بابا ان الكونكلوجين او هتبقى هي اللاست باريجراف وهي بيحصل فيها وده كان سؤال في امتحان السنة اللي فاتت اقسم باللا بالحرف وبالكلمة يسألهم كده وقال لهم قال لهم كده بالزبط. حضرتك هتعمل اعادة صياغة الانترودكتري باريجراف انزا ودالك استارت ودالك ميدل ودالك كونكلوجين ودالك بادي والحل كونكلوجين طبعا اهو ادي الامتحانات تيجي منين من الماتيريال دي اللي هو اللي عاملها دي الوزارة اللي عاملها مش انا اللي عاملها ولازم تبقى فاهم ده كويس قوي قوي وتلعب على ده يبقى انا في الكونكلوجين بعمل ريستيت اكيد هعمل ريستيت هجيب جديد فيش جديد يا بابا تي مكشور ان نفس بس بديفرنت اه ستايل شوية بديفرنت ستايل باسلوب مختلف في مكشور انك كل حاجة بالكونكلوجين بتاعتك واوعى تسيب اوعى تسيب نقاط معلقة لان خلاص يا كابتن اللي ذكر ذكر واللي قال قال وكل حاجة خلصت واتقالت طيب ممكن او اقول عليها هوك اه يعني ايه هوك ده الخطاف اللي بيعمل ايه بيخطاف السمكة بيصطد السمكة انا عايزك تصطد المصحح انا عايزك تصطد عينيه عايزك تشد عينيه لانك لازم تعمل جراب للريدرز الهوك دي هي الجملة الافتتاحية اللي بيها نهايلايت على الحتة دي اه لازم نهايلايت على الحتة دي ان الحتة دي مهمة قوي بنلفت نظر الكارئ اللي هو المصحح عشان يوانت يريد يكمل القراية ويبقى عايز يقرأ ويكون مبسوط مننا امين يا شباب امين يا شباب يبقى في مسميات للمقدمة جواها موجود 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 تلات مسميات واحدة لاول جملة رئيسية الانواع هي هي اللي قلنا هناك اللي قلنا هناك اللي قلنا هناك اللي قلنا هناك هزا وقت سابق اشرح هزيه الانواع طب من باب العلم بالشيء وزارة التربية والتعليم منزلة كده معينة من باب العلم بالشيء انا مش موافق عالكلام ده على فكرة بس يعني اعرف في حاجات مش موافق عليها اعرف ان الكلام ده جاي عشان يبقى تشوز وسمعني في اللي انا هقول بيقول لك ماشي اعمل انا حب الاوتلاين ده قوي لازم اعمل اعمل اوتلاين ودرافت اعيش بقى وشخبط واكتب فيها واطلع كل اللي اتعلمتو في حياتي مش في سنوية عامة بس ده احلى سؤال في الامتحان ده سؤال الفول مارك والمزاج العالي ده سؤال التصبيط فلازم تكون انضف ورقة عندك في الايجادة وتسيبها للاخر خالص وتعمل درافت وتكتب فيها كل حاجة في الدنيا تظبط وتنظم سبيلنج صح ودرامر صح وكل حاجة صح ولو غلط انت لسه هتراجع وهتبدأ تستنقل وتستنضف احلى ما كتبت داخل الدرافت تنقله في الفاينال كوبي بتاعك خد دي بقى عشان دي جملة جملة في المنهج لسؤال ما جاش لسه لغاية النهارة ابدأ بالبادي مش هو عايز كده يعني انا جا اقول لك في من الافضل انك تبدأ بمين هتروح تقول وتجري زي العبيد لأ من الافضل ان انا ابدأ بالبادي الاول اهي دي وديش في الاول كده مع نفسي وبعد كده ابدأ اطلع انا بقى جملة حلوة قوية وطلع في الاخر وحط اللي انا كتبته ده في النص بس انا اكتبه الاول لنفسي فده سؤال اعرف انك تبدأ الاول بالبادي افضل مش كل فكرة لازم يكون فيها بتاع حضرتك وايسي هنا مكتوبة غلط اي اس اس اي واي اهي كمام بعد كده زي ما قلت لك وترجع وتصحح اخطائك وده كلام بقول لك مجرد من باب العلم بالشيء بزد بس في حتة دي دي خلاص واجب مية وخمسين واحد وخمسين دين وخمسين تلاتة وخمسين طيب الايميل امستر ناجي بقى الايميل صفحة وان هندرد تريفتي سري الايميل الايميل هو ممكن يكون نوعين في اساسيات اه في سندر اللي هو فروم لاين فروم مين من مين بتحط الايميل ادريس طبعا بتاعك اللي سنت المسج طب الريسيبينت اللي هو تو تو لمين لمين بتحط طبعا المسج والايميل بتاع الايميل الادريس للي رايح له البني ادم دوت تمام تمام طيب بعد اكيد هيبقى في سبجكت سبجكت السبجكت لاين ده السطر بتاع السبجكت ده انا بفهم الموضوع بتكلم عن ايه الافتتاحية التحية لازم ابدأ واقول هاي محمد هلو محمد او دير مستر محمد تفرق تفرق طبعا لما قلت هاي محمد ده كلام غير رسمي لكن لما قلت هلو لما قلت دير مستر محمد دير مستر محمد ده كلام فورمل رسمي وبالتالي الايميل والجريتنج شود ماتش التون لازم توافق التون اللي هتبدأ بيها وتختم بيها فيه تون اه البداية فيها تون من خلال الكلام اللي انا بقوله بيبان التون هل هو فرندلي هل هو فورمل هل هو جزئية التحية اوعى اوعى تتخطى هزي الجزئية الا ازا بقى الا ازا كنت تتبادل ارسال البريد الالكتروني زهابا وايابا بشكل سريع مع شخص ما في محادثة افتراضية يعني انت رجل اعمال تتكلم رجل اعمال صديقك وبتبعته البعض وبترده على بعض رايح جاي رايح جاي ايميل في ايميل ما فيش بقى هاي بقى ودير والكلام ده خلاص احنا بنبعت مع بعض والكلام كتير فخلاص قلنا في اول واحد لما يكون رايح جاي بسرعة ما فيش بقى ولا 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 التحية البادي بقى بتاعي الايميل لازم يحتوع بتاعت الايميل ولازم يكون كلام ويكون طبعا ويكون كلام مكسف وممكن رحط معاه ممكن رحط مع ايه اللي هو الملحق للايميل طبعا اللي بتبعت صاحب العمل او الحاجات الفورمال لازم نتجنب فيها الاختصارات وهتكلم في الحتة دي تاني بعد شوية بالنسبة اللي هي الختام الختام زي البداية زي ما قلت هاي محمد هقوله لكن لما اجا اقوله اه دير مستر محمد هقوله يورز يورز سنسيرلي نعصى كلمة يورز يورز سنسيرلي يعني ايه مستر ناجي يورز سنسيرلي يعني مع اطيب التحيات مع اطيب التمنيات هقولك عليها تاني بعد شوية طيب او ده اللي هو التوقيع التوقيع ده يعني ايه يعني هكتب اسمي اكيد يعني بس في ناس جمدة كده بقى بزنس من وبزنس وومن بقى وناس تقيلة وفي اي بيبدأ يكون عامل في الايميل بتاعه كده سيجنتشر سيجنتشر سكشن جزء للتوقيع بيانكلود والشركة بتاعته والقومبني لوجو بتاعته اللوجو بتاع الشركة ده بيبين ايه ده بيبين قوي للمني ادم اللي بيوصل له الايميل اهمية الايميل وهو جاي من مين والرجل يبقى انا فاهم ان انا بتعامل مع حد ببقى شايف ان انا جاي للايميل من حد مهم خلاصة بقى الهاري بتاع الايميل لان الموضوع مش مستهل خلص في ايميل فورمل وفي ايميل انفورمل حلو عند بالنسبة للسطايل الفورمل رايتنج يكون ستريت توزا بوينت لس ديتيل اريتن ان هي اللي تهميني دي اوى جماعة اللي تهميني دي اوى شباب لازم يكون مكتوب باسف فويس باسف تول مين ده الفورمل ايميل يكتب ازاي باسف 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 طب الان فورمل خلاص اكتف 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 باش عز اكتر من كده يبقى ده بيتكتب الباسف لما تكون عامل حجز مع تلاقي بعد بيقول لك كده اه ايمان الريزيرفاشن هز بن كنسلد ايميل سايينج هنا في غلطة معلش هنا مكان الفي اعملها واي يبقى انا عندي هنا باسف هناك بيكون ايه اكتف تمام تمام بالنسبة للتاحية دير مستر ناجي دير سير دير مادم هاي ناجي هلو محمد هاي ايا دي في البدايات بالنسبة للفورمل والانفورمل بالنسبة للانجوج اوعى 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 تعمل ايه اوعى تحط اختصارات انقباضات اللي كانت ودونت واي ام وزيار لأ كان نوت دو نوت اي ام زي ار شود نوت ما تستخدمش ابريفيتد ووردز اللي يا لول والكلام ده ما تستخدمش ممنوع 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 الجملة الامرية اللي يسطب وجوههد ممنوع اللي انت عليه تلات ممنوعات خلاص بقى مباحة في الفورمل في الانفورمل انا اسف مع اصحابك عايز بقى عايز 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 براحتك يا معلم زي ما انت عايز طيب بالنسبة للزي ما ابتديت زي ما هنتهت هنا اقول يعني كل ده معنى مع قطيب التمنيات مع قطيب التحيات طيب بالنسبة لاصحابي وحبابي ممكن اقول هناك عاجل يعني انت هتفهم ان ده كده للفورمل ده للانفورمل طيب الجزء اللي اصبك الات في عنوان البريد الالكتروني اسمه يوزرنيم مستر ناجي الجندي ده اليوزرنيم مستر ناجي الجندي ده يكون معايا الباسورد واليوزرنيم بتاعي لازم يكون معايا الباسورد واليوزرنيم بتاعي كده في مشكلة اعتقد كده الدنيا فلة وحلوة وجميلة عندي اللي بداية ونهاية هذا الكتاب نهاية الكتاب ده كله لغاية اما الكتاب دوت يخلص وبكده الحمد لله احنا النهاردة مخلصين كل كتابنا اللي في ادنا عايزك تعرف ان اللي نهاردة خلصتها معك بفضل الله في ساعة وتلت ساعة وتلت في ناس بتقعد فيها بالاسابيع والشهر كمان الحمد لله احنا جمال احنا هنرجع نعمل دلوقتي حالا بالا من اول صفحة كام يا سيدي عايزك تجيب لي حالا بالا بيج بسم الله الرحمن الرحيم مية اربعة وثلاثين هتفتح لي دلوقتي مية اربعة وثلاثين ناس كتيرة كانت بتسأل على بتاع احنا هنحله حالا دلوقتي اصحى وركز وتعالي بقى يلا وافتح وجبك ونظبط اداء يلا نبدأ حل ونظبط اداء في اللي انا قلت عليها دي اسئلة وزارة تربية وتعليم مش اسئلتي انا على فكرة والاسئلة دي نزلة من السنة اللي قبل اللي فاتت من ساعة ما قلنا فيه النظام حديث والامتحان كله هيبقى في وعندنا كل ما هو هيتحول الى ففي اسئلة جميلة وحلوة وحلوة قوي 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 وفي اسئلة غلط سهوي يعني غلطات مبعاية منهم مش مني هقولك احزفها ما تفكرش فيها خالص تمام هنبدأ نمشي مع بعض كده واحدة واحدة اول سؤال هنا عندي بسم الله الرحمن الرحيم اكيد ريتن language اكيد ريتن language اه what are the samples used in punctuation marks اكيد اسمها punctuation marks تمام كده تمام اه which of the following are examples of punctuation marks. اكيد. طبعا يعني. everybody at the school including the teachers and the students اللي قومة بعدها are happy win summer holiday starts. ليه? الجملة الاعتراضية اتفقت معاك انها لازم تكون محطوطة ما بين قومة وقومة. الجملة الاعتراضية اللي اه مش 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 زاتة الاقيمة ولا اهمية. انا عارف كده كل الناس اللي في المدرسة فلازم يبقى فيكما ولازم يبقى فيكما هنا لانها جملة اعتراضية. الجملة الصحي هنا بقى ايجيبشن ومن صح. ليه? الصفاتين ماينفعش احطهم مكان بعض. طول ما الصفاتين بتوعك ماينفعش يتحطوا مكان بعض. مايتحطش كما. اي ميت اكلفر ايجيبشن ومن. اي سو ابيوتفل يوروبيان جرل. تمام? لكن لما اجا اقول لك اي سو اي سو. اي سو. اي سو. هيلسي مان. اي سو. اي سو هيلسي مان. بص اسيدي. اي سو هيلسي مان. تنفع? اه. طب حط اند هنا كده. حط اند. اي سو اند هيلسي مان. تنفع? اه. الكومة تحل محل الاند. تعال هنا بقى. اي ميت اكليفر اكليفر اند ايجيبشن ومن. لا ماينفعش. انجليزي ده خالص. اي ميت اكليفر اند ايجيبشن ومن. يعني انا اي سو ابيوتفل اند ايوروبيان جرل. لأ طبعا. ففي الحالة دي طالما الصفة متتابعة مع بعضها. ماينفعش يتحط ما بينهم كومة. لو الصفاتين اغيرهم مكان بعض او احط اند ما بينهم يبقى لازم فيه كومة بالشكل ده. اللي هي بتحل محل اند. الكوست الكوتيشان ماركس بتتحط فين? بتتحط طبعا بيفور الكلام. وافتر الكلام. يبقى اللي بيربط جملتين ببعض من خلال رابط. في هنا رابط كده. يبقى كومة طبعا اكيد. نقطة في نهاية الجملة. بتدين ان الجملة كاملة متكاملة. ده تعريف امتى بتستخدم الاباستروفي? طبعا بستخدمها في اللي هو كوباد. بستخدمها في لما بعبر عن الملكية. محمد زباج مستر ناجز موبايل. فيبقى مع بعض. اه اه. ده النقطتين فوق بعض. عايزك تعرف ان ده يا جماعة بيوضح على فكرة. بيوضح. يعني اهو. مش لازم يبقى مش لازم يبقى ممكن يكون واحد بس. يعني انا بحب حاجة. ايه هي? حط يلا واقول لك الحاجة دي. الايماني. مسلا. هنشرح تاني ان انا اشتريت العديد من الاشياء. حطوا يلا واحد. اتنين. تلاتة. خلاص? يبقى بالشكل ده زي ما انت شايف كبه. وممكن يكون حاجة واحدة بس. حاجة واحدة بس. الهاشتاج طبعا مش اكيد يعني. يعني مشاعر مشاعر تشاور ربنا يسترها علينا جميعا. اكيد طبعا. اكيد علامة تعجب. خلي بالك من درعك المكسور. زارت سي حرف كابتل وحرف كابتل طبعا. جملة امرية عادية. لو جملة امرية قوية. فين الجملة اللي بتاحها صح? الجملة الاعتراضية لازم تتحطي ما بين الكومة والكومة زي ما اتفقنا وقلنا مع بعض. وطالما قلت لك عمي خلاص معروف. طب محمد معروف اكتر. اسمها بتبقى افضل. بصراحة يعني. وين ويل يو? وين ويل يو? اكيد علامة تعجب. الفلسطوب ار كولد طبعا بالانجليزي بالامريكان يتقل عليها ويتقل عليها بالبريتش فلسطوب. السؤال رقم عشرين اشتبه مش عايزه خالص. السؤال واحد وعشرين. اكيد في السطوب. ليه? لان ده كلام ده كلام غير مباشر. متحول من سؤال مباشر. السؤال كان اصله وطايم وطايم ويل زا دي بارتمنت ستارت. فلما جيت حولت قلت شيء اسكد وطايم دي بالنسبالي رابط. وهنا السبجكت بعدها زا دي بارتمنت ميتنج ود ستارت فلازم احط في لانها جملة خبرية بدقة بشيء. ده من تحويل من مباشر لغير مباشر. لما اجا اقول لك ماذا اشتريته? فمستر ناجو اسكد في السطوب. لان انا حولت السؤال لخبري. وده اللي هنشتغل عليه في اخر السنة ان شاء الله تعالى. والفكرة دي جت في امتحان السنة اللي فاتت. وقال لهم كده. قال لهم اختارت جملة اللي اللي لازم يتحط فيها وقال لهم جملة بدقة باي دو يو عالم تستفهم عالم التعجب وتتعجبية تعجب برضو يا له من عظيم. وجاب لهم جملة بتقول شيء ما قالش اسكد بقى ما هي اسكد يا انكوايرد يا هو تساءل هي تساءلت يبقى اللي متحمد ييجي منين من الماتيريال دي اللي هو عاملها هو اللي عاملها مش انا اللي عاملها فتركز معي وتفهم تركز وتفهم اكيد طبعا واو عالم التعجب طبعا علامة استفهام طبعا مستر محمد اسوان دول جملتين صح متكاملتين صح ناقصهم رابط فين الرابط مفيش رابط حط لان السمي كولن وظيفتها تربط جملتين بدون وجود الرابط طب لو تواجد الرابط حط الرابط بعد السمي كولن واعملو سمول وهاتبعديه كومة واعملو سمول وهاتبعديه ايه كومة زي ايه زي الجملة رقم اتنين وستين في الواجب اللي هي اخر جملة عند حضرتك هنا كده اللي هي بتقول ايه بتقول اهو اهو بسم الله الرحمن الرحيم انا كان عندي او انا عندي برد جديد جدا ولذلك حطيت الرابط ما بين السمي كولن اهو وما بين كومة لكن كده ماينفعش طب اللي هي الرابط تتحط ما بين كومة وكومة الرابط مايتحطش ما بين كومة وكومة طب مفيش حاجة اسمها كده مش حاجة اسمها خالص اصلا تمام يبقى انا بحط الرابط ما بين السمي كولن وما بين كومة وممكن اعمل فلسطوب وابدأ الرابط بحرف كابيتل وبعد ايه برضو كومة زي ما كتبناها مع بعض الاسبوع اللي فات او اللي قابله خلاص كده يا جماعة طايت كده انا بقول كلام حلو النهاردة كاريت يتركز فيه علشان خطري. number 26. what is the punctuation mark indicating question? اكيد. what is missing from the following sentence? المفقود في الجملة دي. ايه جملة غبية ملهاش لازمة على فكرة. بس the day which happens to be Tuesday is طبعا هحط كومة بعد زي وكومة بعد Tuesday لانها جملة اعتراضية يبقى كومة one after day one after Tuesday. which of these is used to convey مين الكلام اللي بيعبر هنا على طبعا. يعني نسبة. النسبة دي النسبة اللي هي خمسة لستة اسمع طبعا. which is sentence would mean that عمر is being invited. عمر is being invited. عمر معزوم. لتسقيت عمر. يلا هنأكل عمر. ما ينفعش. لتسقيت عمر? لا لتسقيت يا عمر. يا عمر. والمفروض دي تكون نقطة. دي المفروض تكون غلطة. الصح كده. هنا اكيد هقول لك عمر وعلي كومة. كومة والكومة محطوط ما بينها جملة اعتراضية ملهاش اي تلاتين اهمية. لان انا ذكرت اسماء عمر وعلي حلاص. I offered the children bananas كومة بيتش كومة فيرز كومة بلانز كومة. او اند على طول. يبقى كومة كومة كومة. is used after a word used to address a person. يعني ايه? ادرس يخاطب. يعني مستر ناجي كومة طبعا. he was قشطب تلاتة وتلاتين مش عايزة. قشطب تلاتة وتلاتين مش عايزة. you must leave after every comment. لازم اسيب بعد الكومة. لميس اخرها حرف الاس. احط لها ابوستروفي اس ولا ابوستروفي بس اللي اتنين صح. ده صح وده صح. الاسماء اللي بتنتهي بحرف الاس. لو جبت لها اس الملكية. حطت ابوستروفي اس امين. محطتش امين. وحطت ابوستروفي بس. لدهشة كل بني ادم. to everybody surprise. مستر اشرف كلمة مركبة. لازم في النص. اسم مركب. فلازم يبقى عندي طبعا. مستقلين ببعض وفي رابط يبقى يبقى ما بين الجملتين طبعا. طيب هنعمل كده وهنعمل كده يبقى ده اسمه زي ما اتفقنا. اكتب عندي كده كده. الا ازا. هقول تاني اسم الكتاب المسرحية القصة يتحط ما بين دابل كوتيشن واقس. الا لو جيت قلت مسلا علي سد. علي قال. هنكتب هنا كده. علي سد. حلق. وبعدين هبدأ انزل بالكم. وبعدين افتح الدابل كوتيشن. ويبدأ بالكلام. اي رد انا قرأت. زا تل تيل هارت زا تل تيل هارت فور آآ آآ مثلا حل وقفلت الكلام وقمت حاطت دلوقتي اسم الكتاب موجود اصلا داخل كلام مباشر لو محطوط ما بين احطه بقى في يبقى لو الكلام مباشر وجبت اسم كتاب او فيلم او مسرحية داخل داخل او ماركس اخليها انا بقى سنجل ماركس خلاص واضحة يبقى اسماء الكتاب الكتب والافلام والمسرحيات والقصص تتحط ما بين طيب لو هي موجودة جوة كلام مباشر محطوط اصلا في اخليها سنجل ماركس اه ملك ست زاد بط احط قبلها كومة ولا محطش اللي تنصح فانا هحط طبعا عشان هو عايزني اختارتكم ممكن تقول لي هم اجابوا ايه? يلا حط الكلام ها تلاتة واربعين اش طبها مش عايزها السمي قلم بتربط الجملتين من غير رابط من غير رابط هو عايزه قصده كده من غير رابط منصور كومة وكومة كومة وكومة من اللي مايجيش في نهاية الجملة لا يمكن احط في نهاية الجملة لان عايز توضيح بعده اي فاوند كريم زجاكت كريم زجاكت الكلاس جست فنشد ريدن دهارد طايم زهي ما بين دبل كوتيشان ماركس انافل بويت شورلس ديكنز دي ما نانعتني دي ما نانعتني دي ما نانعتني من الاختيار لازم كده تمام? اه اه اتصل بيه لما توصل البيت اتصل بيه دي وين هنا رابط لما توصل البيت اتصل بيه اه الصحف دول طبعا كانت ايه? حط يلا كولن ايج وتشيز ساندويتش طيب برضو الصح مفيش بط في سيمي كولن تحل محلها مفيش بط حط سيمي كولن محلها ده اللي انت محتاجه عشان تروح الماركت محتاج ايه? يلا حط الكلن بينز وايجز وتشيز وتشوف برضو الويندو وز اوبن طبعا محتاج هنا رابط ايضا ويندو وز اوبن انا مفيش اند حطيت السيمي كولن ممكن توضح لي هم مين? حط الكلن مستر طاها مستر رادوان مستر احمد جلال مفيش بط حط سيمي كولن افتح دابل كوتيشن ابدأ بحرف كابتل خلص الجملة حط في الستاب اقفل الدابل كوتيشن جملة اللي ناس كتيرة جدا سألت عليها الجملة اللي ناس كتيرة جدا سألت عليها بتقول الانسانية ينقصها شيء واحد فقط ايه اللي ينقص الانسانية? فانا هقول لك اهو هوضح لك اهو عشان اوضح لك لازم احط الكلن هو بس انت كنت متخيل ان الكلن دايما لازم يجي وراه حاجات كتيرة خالص ممكن اجيب لك وراه حاجة واحدة للاضاحة هي اصلا تو اكس بلين تو اكس بلين وبتالع كابتن هو وحطيت هو بما تيجي تستبعد ما تيجي تستبعد هيومنتي هز اونلي وان سينك ليفت سيمي كلن هو هي السيمي كلن مش بتربط جملتين من غير رابط ينفع تربط جملة وكلمة لا يمكن هيومنتي هز اونلي وان سينك ليفت يا هوب يا هوب ما انا بحطكما قبل الاسم في الاخر عشان هندا هندا هل انا هندا على الهوب طب هيومنتي هز اونلي وان سينك ليفت هوب ايه ايه الاكتباس فين الاكتباس هنا يب انا بستبعد بوصل وبفهم ويفهم النهاردة ان ممكن اجيب وراك المواحدة الانسانية ينقص شيء واحد فقط الا وهو الامل طب لو الانسانية ينقصها اشياء كثيرة احط برضو كل وهبدأ اقول مثلا يبقى حاجة واحدة اتحطت القلب نهاردة حس حلو ربنا يجعلها بفايدة يا رب ازن الله تعالى لجاية بقى احلى جملة احلى جملة وانا متفق معاك الرابط والفاعل والفعل احزفهم وعوض عنهم بانجي ده لو الجملة اكتب 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 مبني للمعلوم يعني ايه يعني انا هنا جايب اقول حزفت دي جملتين برابط صح؟ حطت قمة بقى في النص عشان هربط الجملتين بقمة تمام؟ بعد وين وين ووايل واز لما ببدأ بيهم لازم يبقى في كومة مبينين جملتين بس انا حزفت بقى وين زي اوبنت وعوضت عنها بالاين جي اللي هو اوبنين جزا دور كوايت لي اتو افيسرز سيربرايز دي سيف ازي واس بوتين جزا ماني انهز باج يبقى لازم الجملة يكون في كومة في النص اعتقد واضحة رابط فاعل فاعل حزفهم معوض عنهم بالاين جي ده لو الجملة اكتب كانت في امتحان الحسة النهاردة كتير 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 يعني لما جيت قلتلك ام انزة سن وز رادي تو بي ايرند الشيرت ده او التي شرت ده ماله جفف في الشمس فالمفروض ابتر التي شرت هاد بن درايد ما كانتش موجودة في الاختيارات يبقى الشيرت بقى وز ردي تو بي ايه? تو بي ايه? يقوى كان في لحمة اتطبخت افتر الميت هات بن كوكد افتر الميت هات بن كوكد ايه اللي حصل? بقت جاهزة برضو للاكل ماشي الكلام? طيب طيب حطه ما بين وما بين الكومة زي ما انا قلت قبل كده اعتقد كده النهاردة فلة والدنيا حلوة وجميلة عايز مذاكرة ونشد حلمة اتسألش على اي حاجة انا ما قلتهاش علشان هتلاقيني بقولك كل حاجة في وقتها زي ما انا قلت انا بحبكم وخاف عليكم وعايزكم تذكروا خلصنا كتابنا الاولاني الحمد لله تعالى والنهاردة ثمن اسابيع شغل عندنا امتحان شهر المفروض على الكتاب كله بازن الله تعالى المفروض المفروض نكون مستعدين ليه من الاسبوع الجاي وهنبدأ المنهج الجديد وهنبدأ الكتاب الجديد مش المنهج الجديد هنبدأ الكتاب الجديد بتاعنا من يونت ري ويونت فور مع نوفل بقى بازن الله تعالى اللي هنبدأ فيها برضو مع البوكلت اللي جاي ان شاء الله تعالى عايز مذاكرة ونشد حلنا واللي عايز اي حاجة عنية بس يعني حاول ما انتظرني لغاية اما خلص اللي بعده تلاقييني جاوبتك في كل اللي انت بتسأل عنه شدوا حلكو واتعبوا وخلصوا اول باول ما تكركبش على نفسك هعملكم فجأة حلو على المنصة برضو بازن الله تعالى لاي حد فايتو اي حاجة هتقدر تلمها ان شاء الله وتجمع اللي انت عايزه كله كله بس يكون فيه تعب وشغل وربنا يجعله الفايدة ويكرمكم وبازن الله اننا لنضيع عجر من احسن عملها صدق الله العظيم فهنلاقي النتيجة تعبنا ان شاء الله وهننجح والدنيا تبقى حلوة وجميلة وبحبكم اشوفكم على خير باي